بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتحدث على كيفية أعداد خريطة تنظيمية للمنظمة كيفية وضع الهيكل التنظيمي وأعداد خريطة التنظيمية باستخدام برنامج إليكس قبل ما نعيد الخريطة التنظيمية للمنظمة نعرفين خريطة تنظيمية هي عبارة عن شكل بيوضح تقسيم الأعمال داخل التنظيم، توزيع الأدوار والمسؤوليات في مجموعة من الخطوات تمر بها اعداد الخريطة او نسميها خطوات بناء التنظيم بتشمل دراسة امكانيات او خطوة دراسة امكانيات المنشأة قبل البدء في وضع هيكب تنظيمي لا بد من دراسة امكانيات المنظمة وتشمل طبعا امكانيات المالية والبشرية والتكنولوجية لازم نعمل دراسة وافية لهذه الامكانيات عشان نمد الشركة بالمعلومات الاساسية اللي بيتبنى عليها التنظيم بعد كده بنقوم بعملية تحديد الاهداف حيث تعد دراسة الاهداف المتاحة او وضع الاهداف في المنظمة سواء كانت اهداف تتعلق بالمنتجات او السوق او المستهلكين من الخطوات الاساسية بوضع الخريطة التنظيم الخطوة التالتة بنحدد خطوات تنفيذ هذه الاهداف بنحط في ضوء الاهداف المحددة بيتم تحدد الخطوات اللازمة للتنفيذ مع وضع الاضار الزمني المناسب لكل خطوة واجراءات وطرو العمل اللازمة بعد كده بنحدد الانشطة الرئيسية وفي هذه المرحلة يتم تحديد الانشطة الرئيسية اللازمة لعملية التنفيذ سواء كانت هذه الانشطة مالية او انتاجية او تسوقية او تتعلق بالموارد البشرية داخل التنظيم بعد كده بنجمع الانشطة المتشابهة يتم تجمعها في شكل مجموعات من انشطة متشابهة بتكون بشكل اقسام وادارات وقطاعات ثم بنعين الافراد المناسبين لهذه الوظائف وفقا لاحتياجات هذه الوظائف وبنحدد طبعا السلطات والمسئوليات حيث يتم تخصيص السلطات والمسئوليات بكل منصب اداري داخل المنظمة مع مراعاة مبدأ منصب السلطات مع المسئوليات وبنحدد العلاقات الرئاسية بين المستوى الادارية المختلفه او ما يطلق عليه هرمية للتنظيم حيث يتم ترتيب وظايا بشكل هرمي، بيعكس تسلثل السلطات وبنحدد العلاقات الافقية بين الادارات والاقسام المختلفة التي تقع على نفس المستوى الاداري ثم نحدد قنوات الاتصال وسائل قنوات الاتصال الرسمية داخل التنظيم التي تضمن تضافق السلس للمعلومات ثم بنكون بعملية تقييم لكفاءة التنظيم حيث يجب تقييم فعالية وكفاءة التنظيم لضمان عملية لضمان عمله بالشكل المطلوب وبالشكل الصحيح ثم في النهاية لو كانت هناك مجموعة من الأخطاء بناخد الإجراءات التصليحية وذلك لضمان تصليح الأخطاء التي قد يتعرض لها التنظيم في أي من المراحل السابق طبعاً إحنا ممكن نستخدم برنامج لإكسل لرسم خريطة التنظيمية المشروع وتوضح التسلسل الهرمي للسلطة وقنوات الاتصال الرسمية بين أفراد المشروع بيقدم هذا المخطط الهيكلي ممكن نعمله برنامج الإكسل حيث أن احنا عندنا أحد الاختيارات الموجودة في البرنامج اختيار سمارت آرت موجود في نسخ مايكروسوفت الأديمة وحتى النسخ الجديدة موجود عليها نفس الاختيار حيث يتمكن سمارت آرت من إنشاء مخطط هيكلي وتضمينه في برائة العمل السبريتشيت الموجودة برنامج الإكسل من شريط ريبون في مايكروسوفت أكسل ندخل على سمارت آرت في سمارت آرت بنختار الاختيار الخاص بالهيراركي منه بنختار أرجانيزيشنال شارت بنختار منه أوكي ستظهر في الحالة دي خريطة تنظيمية اقتراضية ترغى بنحط المناصب بنضع المناصب والأدوار الإدارية داخل كل مربع وذلك الوقوف على المربع الذي يمثل موقع التنظيم وإذا فتنص المعبر عن المنصب المطلوب ثم من ضمن أدوات سمارت آرت بننقر فوق السهم الموجود من إضافة شكل لإدراك شكل في نفس المستوى ويليه بننقر على إضافة الشكل بعد لإدراك شكل في نفس المستوى مثل الشكل المحدد ولكن قبله بننقر على إضافة الشكل قبل لإدراك شكل في نفس المستوى مثل الشكل المحدد على اللي موجود قدامنا دلوقتي في الخريطة بننكر على اضافة الشكل على ويمكن تعديل اي بينات داخل الشكل او اضافة مناصب جديدة في التنظيم او حسب بعض المناصب بكل سهولة من خلال برنامج اه مايكروسوفت اه اه اوفيس اه من البرامج السهلة جدا في عملية الاضافة او في عملية ده الشكل النهايي مسلا لاحد الاشكال التنظيمية اللي احنا اه توصلنا اليها وبيوضح الخطوات اللي تم شارحها في الصفحة او في السلايد السابق وطبعا اه ده الشكل غالبا اللي بنالجأ ليه في خرائط التنظيمية يمكن يشير لبعض الامثلة ده اه منظمة مسلا فيها المدير العام لها نائم المدير الدسوي والانتاج والشؤون المالية اه لو ان كنت في بنك في مدير العمليات والاستثمارات والخلوط وخزنة لو في مستشفى في مدير اقسامك براحة وقدمات الطبية والموارد والتمريد اه ده اه ده شكل وظيفي يعني من الوظف ان ده اه شكل وظيفي ده اه شكل وظيفي ده اه اه لو كانت المنظمة اه متبعدة جغرافيا او ليها اكثر من فرع فيمكن اه التقسيم على اساس الجغرافية كما يمكن ايضا التقسيم على اساس العمليات الانتاجية لو كان فيها استلام وفحص ومتابعة او ورديات الاعمال لو كانت في ورديات صباحية او ورديات معها مسائية ويمكن طبعا الجمع يبين اكثر من اه شكل من اشكال التنظيم اه فممكن الجمع بين الشكل الجغرافي مع الشكل الوظيفي في نفس الوقت او الشكل الجغرافي مع المنتجات او الشكل الجغرافي مع العملاء اه وكل ده طبعا نقدر احنا نعمله عن طريق برنامج الاتسل من خلال اه نفس اه اه الطريقة اللي احنا شرحناها في السلايدز السابقة اه باستخدام الجزئية او الخاصية الخاصة باسمارت اارت اه الموجودة اه داخل البتار اه داخل البتار